السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم في فيديو جديد اليوم رح نحكي شن الاسباب او الحالات انه تشتغل علامة ربط احزمة المقاعد و ليش لازم انت تربط احزمة المقاعد و هل هي ضرورية ام لا اولا لازم نعرف شوقت الحالات اللي تشتغل بهاي العلامة و نربط احزمة المقاعد بالضبط هنا حالتين الحالة الاولى تشتغل بها اذا كانت طارة في حالة الاقلع او في حالة الهبوط رح الكابتن يشغل هالعلامة حتى الكل يبقى مكانه و يربط احزمة المقاعد لين ممكن الصاد في اي حالة استثنائية او ظرف مفاجئ فبالتالي رح تتأذى اذا ما شن يترابط احزمة المقاعد و لا تستهينون بهذا الشي شباب هو يشوف مسافرين بالاقلع او بالهبوط و يقول ما راح اتحرك ما راح اوقع بس انت ما تعرف شن ممكن يصير يا سامح الله فياريت من تشتغل العلامة انه الكل يبقى مكانه و ما يتحرك و يربط احزمة المقاعد الحالة الثانية دائما تشتغل بها اذا طائرة مستقرة تشوفها بعض الاحيان وفجأة ان اشتغلت هالعلامة و لازم الطاقم يخلي كل المسافرين قاعدين و رابطين احزمة المقاعد والسبب انه بعض الاحيان الطائرة يتفوت و مطبات هوائية فلازم تشتغل هالعلامة حتى ينبه كل المسافرين الكابتن و الكل يلتزم بهذا الشي و يقعد و يربط احزمة المقاعد وهذا الشي طبعا هو السلامتكم يكون الحالة الثالثة اللي اريد اسولب بها انه دائما نشوف اغلب مسافرين العالم يعني ماكو جنسية محددة اغلب مسافرين العالم انه من تزل الطائرة و هي بعدها على المدرج تلقى كم واحد يوقف حتى ينزل غراضة او حتى يسبق الاخرين و ينزل قبلهم بالتالي تبكلكم ما حتنزلون نزلة وحدة وتوقفون على الجوازات ووقفة وحدة وتستلمون جناتكم من مكان واحد فهي العجلة ما لها اي داعي ولا تقول ان الطيارة نزلت على المدرج خلاص انتهى الخطر او انتهت الرحلة اهنا الرحلة بعد ما انتهي و تشوف العلامة تبقى مشتغلة انه انت توقف الطائرة تماما وتفتح الابواب بهاي الحالة انت بالسنين تقدر تقوم من مكانك وتطلع من الطائرة لكن طول ما الطائرة تتحرك على المدرج ابدا لا توقف وتأثر على غيرك ممكن من تفتح الاستوج الغراض ماتك توقع او ممكن ياخذ بريك مفاجئ الطيار ممكن يصادف اي شي او اي ظرف طارق للطائرة فبالتال اذا انت واقف او مرابط حزمة المقاعد فهنا رح تتأذى وتأذى غيرك طبعا هذا كل شي تشانا عندي بهذا الفيديو كتبونا بالتعليقات شنو تشانا تصادفكم بعض السفرات على هذا الموضوع وشايفين هي شي وانتم من تزمير بربط حزمة المقاعد لا لا ولا تنسوا نخلونا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي او بالفلوغ الجاي ثم والله